موسيقى أهلا بكم بعد دخول ثورة تشرين شهرها الثالث وسقوط نحو ألف شهيد وآلاف الجرحى برصاص الميليشيات وبقية الأجهزة الأمنية إلا أن حالة تعنت قوى العملية السياسية ما زالت هي السائدة في مقابل إصرار من ثوار التشرين على المضي بهذه التظاهرات السلمية حتى اقتلاع العملية السياسية وأحزابها الطائفية وميليشياتها تعرض النظام السياسي الذي صممه الغزو الأمريكي عام 2003 في العراق إلى أعنف هزتين في مسيرته المتعثرة خلال المرحلة الماضية وهم المقاطع الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية في العام 2018 والتظاهرات الشعبية العارمة التي تفجرت في الأول من شهر تشرين أول من هذه السنة مقوضتين ما كان يعتبرها هذا النظام شرعية شعبية لاستمراره بالإضافة إلى حالة التملل والسخط الدولي من سلوكه في البطش والقمع للمتظاهرين السلمين مستقبل النظام السياسي في العراق بعد ثورة تشرين هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف تبدو العملية السياسية في العراق بعد ثورة تشرين الساعية للإطاحة بالعملية السياسية وقواها الحزبية والميليشيوية وهل فعلا يعيش أقطاب هذه العملية حالة إنكار شديدة من جراء الصدمة الهائلة التي تسببت بها ثورة تشرين لهم وكيف ساهم الثورة تشرين في تعميق مأزق النظام السياسي في العراق ومفاقمة أمراضه المزمنة العصية على الشفاء وما هي خطورة بقى هذا النظام بعد مذابحه الدموية ضد المتظاهرين على أمن المنطقة والأمن الدولي عموما وهل مراهنة هذا النظام على الدعم الإيراني فقط كافية بعد التململ والسخط الدولي الواضحين من مجازره المتواصلة ضد التظاهرات السلمية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي فالح الخطاب ثامر العلواني بقدر ما تزداد الضغوط الشعبية على المنظومة الحاكمة من خلال ثورة تشرين يرتفع صوت المجتمع الدولي في وجه هذه المنظومة بعد تزايد حالات قتل وخطف وغتيال الناشطين والمتظاهرين السلمين المنظومة التي وصلت إلى حد الترهل بعد مسيرة عقد ونصف من الفساد تجد نفسها اليوم متجردة من مرتكزات استمرارها في الحكم فهي التي حكمت العراق بمباركة دولية ودعم دول الغزو وتغافل الأنظمة العربية وربما محاباتها لها وبنفس الوقت استثمرت في الجانب الطائفي لتحاول الاستناد إلى قاعدة شعبية انقلبت عليها اليوم بعد أن ملت فسادها فأصبحت الأحزاب والكتل في عزلة تامة عن الشعب تجلى ذلك بداية في الاحتجاجات السابقة ومن ثم مقاطعة الأغلبية الشعبية الساحقة لانتخابات أيار عام 2018 انطلق الثورة تشرين واتسعت وتوحدت على مطلب إسقاط كامل النظام السياسي رغم محاولات إيقافها والالتفاف عليها لكن الأوراق التي تعتمد عليها الأحزاب في إيقاف الثورة استهلكت تماما فلم تعد شماعة محاربة الإرهاب ولا دغدغة المشاعر الطائفية تجدي نفعا وفي موازات ذلك بدأت المواقف العالمية تميل إلى ثورة تشرين وتندد بالنظام السياسي وجرائمه التي لا يمكن إخفاؤها أمام سلمية المتظاهرين الدول الغربية وحتى الولايات المتحدة أقرت بشرعية مطالب المتظاهرين ومرد ذلك إلى قدرة المتظاهرين على إنفاذ صوتهم في المحافل الدولية مقابل عدم إمكانية الحكومة والميليشيات على إخفاء جرائم القتل والاختطاف فضلا عن رائحة فسادها التي ملأت العالم تجد المنظومة الحاكمة اليوم نفسها محصورة بين رحى ثورة تشرين وضغوط المجتمع الدولي لتنزوي مع النظام الإيراني في عزلة قد ترسم لهما نهاية مشتركة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في مستقبل النظام السياسي في العراق بعد ثورة تشرين المستمرة ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي أيضا هنا في الستوديو سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور العملية السياسية كان يعتقد أنها قد تلقت ضربة كبيرة في المقاطعة الشعبية للانتخابات التي جرت عام 2018 وكان يعتقد أنها أقوى حتى جاءت ثورة تشرين التي فاقت كل الهزات أو الضربات الموجعة التي تلقتها العملية السياسية من 2003 حتى اليوم هذه العملية بعد هذه الضربة الكبيرة والمستمرة طبعا كيف تبدو الآن وهي المعلعة العليلة من 2003 إلى اليوم وجاءت هذه الضربة كيف تبدو اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجز هي هذه العملية السياسية ولدت مشوهة عام 2003 فيها تشوهات خلقية وفيها مصيبة كبيرة ومصيبة بنيوية الحقيقة لا يمكن قبولها لكن بالرعاية الأمريكية والرعاية الإيرانية والمساهمة الإيرانية والتخادم الأمريكي الإيراني وبرعاية هؤلاء مجموعة الفاسدين هؤلاء من أحزاب وقوى العملية السياسية دفعوها بهذا الاتجاه مع كل مخرجاتها السيئة وصولا إلى الانتخابات التي حضرتك أشرت لها في عام 2018 العام الماضي كانت رسالة واضحة مقاطعة الانتخابات بهذا الكم من الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 82% كانت واضحة رسالة واضحة لكن لم يفهموها وجاءت تظاهرات وثورة تشرين في واحد تشرين أول الماضي واستمرت لحد الآن لتكمل هذه الرسالة الحقيقة نحن لدينا في العراق يعني مثلما لدينا نظام اقتصادي ريعي لدينا نظام سياسي ريعي أيضا يعتمد على تقاسم هذه القوى التي في العملية السياسية للمكاسب والمغانم إذا ما أزلت هذا النظام سيحدث خلل خلل في مكاسبهم في توازناتهم لذلك يبدأ الصراع فيما بينهم للدفاع عن هذه المكاسب ربما يتجمعون كلهم للدفاع عن هذا المكاسب وربما يذهبون إلى الصراع فيما بينهم للبقاء يعني يبقاء على أكبر كتلة أو أكبر بقعة من هذه العملية السياسية في ثورة تشرين وضعتهم في هذا المأزق وضعتهم داخل هذا الإطار وأثبتت أن هؤلاء أولا بلا عقول وبلا إدراك أن المياه الآن جرت من تحت أقدامهم بقوة فاتهم القطار الآن؟ فاتهم حقيقة لأنه باختصار شديد حتى لو يتخيلون هكذا حتى لو كانت مش مقيلاتهم أنهم قادرين أن يوعدوا هذه الثورة وينتهوا منها لكن وجود هذا النظام هم في محاولات؟ نعم حتى لو استطاعوا أقول هذا افتراض حتى لو استطاعوا أن يأدوا هذه الثورة استطاعوا في كل لن يستطيعوا التعايش في العراق مرة أخرى مثلما كانوا عليه قبل واحد تشرين أول الماضي يعني ما قبل الثورة شيء وما بعد الثورة شيء الثورة محطة فاصلة فاصلة جدا لأنه الآن حتى لو استطاعوا مثلما قلت يعني جدلا أنه استطيعوا القضاء على هذه الثورة لا سمح الله سيجدون نفسهم في عزلة كاملة حركتهم محدودة قدراتهم محدودة لأنه ما فعلوه داخل هذا الإطار الذي سميه في مواجهة إطار الثورة شنيع وفضيع ومهلك لهم وأهم ما في الموضوع أنه أقنعتهم قد سقطت بأيديهم سنتحدث عن قضية هذه العزلة أو النبط داخليا وخارجيا هناك طبعا هناك تململ دولي وسخط من هذا المسار الدموي من قبل قوى السلطة ضد التظاهرات دكتور فالح إلى أي حد ثورة تشرين ساهمت في تعميق وترسيخ وتضخيم مأزق العملية السياسية المطرعة والمتخمة بالأزمات هي في حالة أزمة مزمنة منذ عام 2000 وإلى الآن وبالتالي هذه الثورة قتلت أي فرصة لتقويم أو إصلاح أو تصويب هذه العملية السياسية حديث دائم من قوى العملية السياسية أننا بصدد التقويم بصدد الإصلاح بصدد التعديل المسار ثورة تشرين قتلت قتلت هذه الفرصة أجهزت عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثورة تشرين نستطيع أن نقول أنها أجهزت على النظام العملية السياسية نظام المحاصصة الذي قام بالاحتلال الأمريكي واللي أتبع الاحتلال الإيراني حتى نفهم مستقبل هذا النظام حتى نفهم هذا النظام إلى أين يتجه علينا أن نبحث في أهم مرتكزات هذا النظام على ماذا قام هذا النظام في البداية؟ هذا النظام قام على أسس معينة أول شيء قام على الفساد هناك كما نعلم مؤسسة الفساد في العراق مؤسسة كبيرة جدا وهذا نوع من الفساد في العراق غير مسبوق غير معروف في أي دولة من دول العالم لا الدول التي تم احتلالها ولا الدول التي ليست محتلة ولكن فيها نظام سياسية فاسدة هذا من جهة فالفساد عملية كبيرة جدا وأحد مرتكزات النظام الأمر الثاني المرتكز الثاني الذي قام عليه هذا النظام نظام الاحتلال نظام العملية السياسية هو الطائفية الطائفية هي عنوان هذا النظام منذ أيام الأولى وحتى أنه إذا نذكر بهاء العرجي عندما قال كلمة المشهورة قبل فترة قريبة قال أن أحزابنا لم تكن لتستطيع أن تستمر في الحكم لو لا الطائفية لو لا الخطاب الطائفي الذي استطاع جمع الناس حولنا فهذا المرتكز والمرتكز الثاني المرتكز الثالث هو الميليشيات الميليشيات هي تمثل قوة الدعم الرئيسية لهذا النظام أنا سأعد هذه حتى أأتي على القول على ماذا ينتظر هذا النظام وماذا فعلت الثورة بالنسبة لهذا النظام فالمرتكز الثالث هو الميليشيات وهذه معروفة ما نقف عدة كثير المرتكز الرابع هو الدعم الخارجي وتحديدا الدعم الإيراني أولا ثم الدعم الأمريكي المستمر هذا الأمر الأمر الآخر اللي أتمد عليه ارتكز عليه البناء هذا النظام هو ضعف البنية الشعبية الشعب العراقي مقسم للأسف الشديد مقسم طائفيا وعرقيا واستفاد النظام من هذا الأمر كثيرا حيث أنه لعبا مقسم أم أنه قسم بعد 2003 هو قسم بعد 2003 لكن لكن أكو ارتكازات خلي نقول يعني بمعنى آخر عندنا مشكلة انفصالية مثلا وعندنا مشكلة طائفية لكن لم تكن موجودة على أقل بصيغتها الحالية لكن تم استثمارها واستغلالها فهذا المرتكز أيضا موجود الأمر الآخر اللي يستندع لهذا النظام هو حالة الخوف هناك خوف تقريبا إقليمي دولي من عودة العراق هذا أيضا يتم استثمارها إلى ما قبل الغزو إلى ما قبل الغزو نعم كدولة لها سيادة ولها قوة ولها هكذا الأمر الآخر المرتكز الآخر قضية قضية الإرهاب إشاعات إشاعات كثيرة على أنه ممكن الإرهاب يعود بصيغة معينة كذا كذا وطبعا هناك مرتكز آخر لازالت محاولات لإنعاش ما يسمى الإرهاب واستدعاء هنا وهنا خاصة بعد ثورة تشريف بضبط حتى يكون هذا مبرر للوقوف ضد أي تغيير والإبقاء على النظام الحالي الأمر المرتكز الأخير اللي أأكد عليه في هذه الناحية هو تقريبا موت السياسة في العراق لا توجد أحزاب حقيقية لا توجد سياسة في العراق الآن ماذا فعلت ثورة تشريفين كشفت الفساد على يعني بالحقائق والوقائع والكل الآن لا أحد الآن يتبرى من هذا الفساد وبالتالي أول وأكبر وأهم مرتكز لهذا النظام اللي هو الفساد أصبح موجودا شائعا مطلوب محاسبة الآخرين عليه الطائفية اللي هو المرتكز الثاني هذه سقطت بامتياز سقطت تماما أسقطتها ثورة تشريفين ثورة تشريفين أسقطت هذا المرتكز اللي هو مهم جدا الأحزاب اللي حكمت وأيضا لا زالت المحاولة قائمة على قدم مساق لاستدعاء هذه القضية قضية الطائفية بطريقة أو بأخرى صحيح ولكن بشكل عام بشكل عام الجيل الذي نشأ هذا تذكر الجيل اللي كنا نتحدث عنه نعم نعم جيل كذا 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 هذا الجيل متمرد على كل شيء هذا الآن ألغى كل هالمفاهيم وحتى حتى الجهة التي يمكن أن تستثمر في الطائفية أصبح سمعتها ليس كالسابق ونحن نتكلم عن جهة معينة نعم ليس سمعتها كالسابق هناك مليون علامة استفهام على الأقل على الصمت وعلى الأشياء والتواطئ والتواطئ نعم يبقى ركيزة الميليشيات هذه موجودة وقائمة ركيزة العنصر الخارجي اللي هو الإيراني ويبدو دكتور قضية الميليشيات هي السلاح الأخير الذي بقي بيد قوى العملية السياسية أنا هذا اللي أقوله يعني أنا المرتكزات أدأ أقولها اللي سقط منها واللي باقي نعم الباقي الميليشيات ثم هناك الدعم الخارجي سنتحدث دكتور عن قضية الدعم الخارجي هل سيبقى على نعم أنا بس أعده بس تعداد يعني بس تعداد لكن أقول أنه هذا بقى مثل ميليشيات هذا باقي اليوم سمعنا الأخبار أنه دخل الدبابات ودروع وكذا ومقابل صواريخ وحار الثوري زين ثم هناك انقسام الشعب العراقي هذا الآن أقل من السابق لكن لم يضمر بعد لكن هو أقل من السابق وبالتالي هاي النقطة الارتكازية أيضا أصبح مشكوك فيها ها الأمر الآخر قضية البعد العربي طبعا نحنا نقول للأسف الشديد حتى الآن سنتحدث دكتور أسمحني سنتحدث عن قضية أنه هذا النظام يعني دعم وسوق على أنه أفضل من الفراغ الذي قد يحدث ويملأ من قبل يعني بجملة واحدة الارتكازات أغلبها سقطت باستثناء الدعم الخارجي والميليشيات أشكرك دكتور ثامر العلواني أولا مرحبا بيك حياكم الله أخي الكريم وغير فكل يصديد الكرام برأيك ما هي أبرز خسارة سببتها وتسببت بها ثورة تشرين لهذا المشروع الذي صممه الأمريكيون عام 2003 وقدم له دعم غير محدود سياسي وعسكري ومالي طيلة هذه الـ 17 سنة الماضية الدعم إقليمي ودعم دولي وسوق على أنه النموذج الديمقراطي للمنطقة هذا النموذج الديمقراطي الواعد والمشرق والذي سيستنسخ من قبل دول دول منطقة أي خسارة يعني تسببت بها هذه الثورة الشعبية الكبيرة ثورة تشرين أخي الكريم أولا مثل ما أتفضل الدكتور أو الأستاذ الخطاب النظام القائم في العراق يعيش على عدة أركان مهمة وأساسية لكن هو قدم التساد على النظام الطائفي أنا أقول أنه النظام المحافظة الطائفية هو الأصل وهو الأول فالنظام القائم في العراق يعيش آثار صدمة كبيرة تفاجأتها عندما خرج ملايين الشعب العراقي المطالبة في إثقاط العملية السياسية والأحزاب الفاسدة بل كل الأحزاب الفاسدة الموجودة في الخلطة منذ 2003 لأنهم يعلمون أن النظام المبني بشكل أساسي على المحافظة الطائفية والعرقية والحزبية هو سبب كل المشاكل التي عيشها العراقيون فإذا انعدمت الطائفية فهذا يعني أنه لا حكم الشعب العراقي لذلك من حكم العبارات سورة السحرير هو ما قرحوا به وصدحت به حمادرهم بأن الطائفية دخلت في السحرير هذا يدل على وعن كامل من المتظاهرين بأن الوضع المأساوي للشعب العراقي هو بسبب هؤلاء الطائفين والمحاصصة الطائفية والحزبية فإذن الصدمة والمأزق الذي وقع فيه هؤلاء هو عندما تتطاقم مطائبهم كل من فضحت ألاعيد الأحزاب الطائفية التي جاء بها الاحتلالان الأمريكي والإيراني وحاولوا ترتيخ الطائفية من جديد لأنهم يعلمون أنهم ما جاءوا إلا بالطائفية لأسباب معلومة طبعا الأمريكان وإيران جاءوا ورسخوا الطائفية في العراق أسبابها معلومة وكثيرة ليس نحن في صددها الآن لكن هذه الأحزاب رسخت نجتها بإشاعة الطائفية في البلاد على مدار سنوات طويلة فرسعت بخيرات العراق وصرقت أموال العراق ورهنت العراق لإيران وأمريكا من أجل بقاءهم في الحكومة لذلك كل من حكم العراق طوال هذه السنين العجاب كان حريص على تعميق الطائفية في المجتمع بمساندة بعض المرجعيات التي دفعت بهذا الاتجاه حرصا منها على العيش برفاهية والإدعاء بحماية الطائفة على حساب مآسي الشعب العراقي عموما ودفع ثمن ودفعوا وهم بذلك يتفعون ثمن بقاءهم في السلطة لإيران وأمريكا طبعا كل ذلك على حساب الشعب العراق الذي لا يملك أي مقومات الدولة خصوصا أنه يمتلك ثروات كبيرة وهائلة جدا يمكن أن تجعل الفرد العراقي يعيش برفاهية تامة وبحياة كريمة طبعا في حال وجود نظام وطني حريص على خدمة الشعب العراق تدعيد عن التذكولات والولاءات الخارجية هذه الثورة طاقمت أزمة النظام الطائفة العراق لأنها لم يكن هدفها الأحجاب السياسية فقط والطائفية فقط في العراق وإنما تجاوزت هذا الأمر وطالبت بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق وإفقاط كل منواني إيران وهذا بعد استراتيجي كبير لدى المتظاهرين لحيث عتى إيران أرعبت هذه المظاهرات فدخلت في غرفة العمليات المتركة مع الحكومة الحالية مع أذرعها من الميليشيات لمحاولة إنهاء وهذه نقطة سنبحثها أنه هذا النظام يعني بعد خسارته في الداخل لا سمحت لي هذه الخسارة الكبيرة في الداخل وأيضا التململ والسخط الدوليين هناك اعتراضات وهناك إدانات للمجازر هل بقاء إيران داعم له سيكون طبعا هذا الدعم كافي لاستمرار وقمع الانتفاضة دكتور رافق هذه الثورة يعني توصف بأنها طلقة الرحمة التي أو الطلقة الأخيرة برأس هذا النظام مع العلم هذا النظام تعرض للمقاومة المسلحة واجهته من البداية 25 شباط تظاهرات التظاهرات لم تنقطع في العراق لكن هذه التظاهرات ثورة التشرين كانت نحرت هذا النظام إذا صح التوصيف أي ميزة ما هي الميزة التي حملتها ثورة التشرين بحيث أنها كانت قاصمة الظهر لهذا النظام لهذه العملية ربما أستاذ ماجد قبل هذا علينا قول دار الحديث كثيرا عن الطائفية ولا بد من القول هنا أن النظام الطائفي كتوجه كفكر وتطبيق على الأقل من يعني أنا أتحدث عن الدولة العراقية الحديثة من تأسيس عام واحد وعشرين لغاية الفين وثلاثة لم يكن منهجا لا في النظام السياسي ولا في النظام الاجتماعي العراقي من واحد وعشرين عام ٩٩١ لغاية الفين وثلاثة يعني القول أنه نحن في العراق سنة وشيعة لا يعني أنه هناك طائفية والقول أنه هناك كراد وعرب وتركمان وما أعرف منه لا يعني أنه المجتمع مقسم عرقيا بهذه الطريقة لا أبدا لم يكن متبنى بالفكر السياسي ولا الفكر الاجتماعي هذا المنهج لا طائفيا ولا عرقيا لذلك ما وجده بعد ٢٠٠٣ هو تأسيس جديد نعم نعم هذه هي الحقيقة تأسيس جديد بني عليه هم يعرفون من البداية حتى بول بريمر في كتابه عاما قضيته في العراق استند إلى مقولات هؤلاء الذي كانوا يسمونه نفسهم معارضة وقالوا أن الشعب العراقي مقسم وعطوا نسب للتقسيم واعتمدها وعندما سئله يعني من جبت لهذه هذا التقسيم قالهم هم قالوا لي نعم وهم من قالوا له هذا الأحزاب لكن لا يوجد لا إحصاء سكاني يقول أن طائفية أو عرقية أفدا لم يحصل هذا هذا كلام غير صحيح فلذلك الطائفية والعرقية والحديث بهذا الطريق بهذه الصورة وتبنيها كمنهج للحياة بالمجتمع والسياسة جاءت بعد الفئة أشكرك على هذا التوضيح إذا نؤجل لجابة على هذا السؤال عن سؤالي ما بعد الفاصل لأنه لازم توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش هنا مع ضيوفنا في طاولة حوار عن مستقبل النظام السياسي بعد ثورة التشري يبقى معنا يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل ساد وفق التردد واحد اثنان ثلاثة ثمانية صفر وفقي اهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في مستقبل النظام السياسي في العراق بعد ثورة التشرين ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور فالح الخطاب ودكتور ثامر العلواني من عمان عبر اسكايب دكتور كنا نتحدث قبل فاصل عن ميزة هذه الثورة التي توصف بأنها طلقة الرحمة أو التي أجهزت على هذا النظام أو التي كانت ضربة موجعة خلخلته بشكل كبير بذلك أنا كنت قبل الفاصل تحدث عن الطائفية وصولها أهم سمة لهذه الثورة كانت أنها عابرة للطائفين وكنا نقول من البداية أن هذه الثورة أعادت وجه العراق الجميل للعراق هذه الحقيقة فإذن هي أعادت أعادت الوجه الجميل الذي كان غير طائفي مجتمعيا كان وهناك عليها أن تواجه هذه الثورة أن تواجه والمواجهة هذه لم تكن مع العملية السياسية وقواءها السياسية من ميليشيات وقواء وأحزاب هذه ما يسمونها السلطة فقط هذه كانت الواجهة الحقيقة لكن الحقيقة وراءها قوة هذه الثورة واجهت مباشرة من اللحظة الأولى لانطلاقها القوة الدائمة لهذه العملية السياسية التي هي إيران وأمريكا فبالتالي هذه قوة كبيرة دولية أقليمية ودولية تدعم هذه العملية التي هي أساسها الطائفية والمحاصصات هذه الطائفية هي استندت على هذا أول قضية أفشلتها واسقطتها هي هي المحاصصة الطائفية هي هذه الفكرة الطائفية هم يستندون إلى هذا الفكرة الطائفية لذلك الدكتور هذه نقطة مقتل في العملية السياسية نعم قال النبهاء الأعراجي هذه الحقيقة لأنهم استندوا إلى هذه في حياتهم كلها وما زالوا لحد الآن في كل في كل أزماتهم يتكون على الطائفية يتكون يتكون على هذه القضية يعني وكأنها حبل النجاة لكي ينقذوا أنفسهم من مأزاقهم هذا الكبير هذه لم تنفع هذه كأنها بصات سحبة من تحت أقدامهم لذلك شكلت هذه الثورة ميزة كبيرة مثل ما سميتها أنت طلقة الرحمة والمصمار الأخير في نعش هذه العملية السياسية سحب منها أهم مادة كانت أهم 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 سلاح كانت تستخدمه دائماً وتتكي عليه وتنجح فيه حقيقة نجحت فيه في كثير من المأزق نجحت في هذا في إثارة هذا لم تستطع هذه المرة حاولت وما زالت وحاول بشدة وبقوة وبإرادات خارجية وداخلية وبمعاونة كل القوى السياسية والدينية لإعادة هذا الناس إلى هذا الإطار لم تفلح لذلك وجدت أن هذه الثورة تختلف اختلافاً كبيراً والمدهش في هذه الثورة أن هذا الجيل اللي خرج عليهم هم يعتبرونه على الأغلب حاضنة لهم رغم أن هذه الثورة ترى فيها السنة والشيعة والكرد والعرب وكل العراقي يعني حتى نختصر الموضوع وهم اختصروا أهل الثورة يعني القائمين على الثورة والثوار اختصروا بأنه عراقي ويعمل العلم العراقي لكن فيها من كل نوع لكن هم في العملية السياسية وأحزاب يدركون أنه 90% أكثر من 90% من الثوار هم من الحاضنة التي كانوا يعتقدون أنها حاضنتهم والتي تدعمهم والتي تكون عليها وقت الأزمات عندما جاءوا ينظرون لا يستطيعون الاتكاء عليهم هؤلاء هم الذين ورفعوا ما يسمى لواء مظلومية هذه الحاضنة ويعني وصلوا بالتالي هذه الحاضنة هي التي قالت أنه العراق لم يشهد ظلماً نعم مثل ما شهده ولم نشهد ظلماً نحن مثل ما شهدناه خلال 16 سنة وكثر من 16 سنة من هذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق فساداً وخراباً وتعامراً ورهناً للإرادة وإقفال الأفق الحاضر والمستقبل هذه أهم ميزة نشكر حكاً كانت تشكلت زلزالاً كبيراً للعملية السياسية ووضعتها في زاوية حرجة جداً وجعلت العالم ينظر إلى العراق مرة أخرى نظرة مختلفة دكتور فالع الخطاب يعني برغم حالة الإنكار من قبل قوى العملية السياسية والنظام أنه لتأثيرات طبعاً هذه الثورة حاضراً ومستقبلاً وأنها ثورة مطلبية تتعلق بالخدمات والاقتصاد وإصلاح الحكومة وما إلى ذلك والقضية عبارة عن مطالب تفصيلية في وما إلى ذلك وليس عملية رحيل أو اقتلاع النظام لكن يلاحظ أن ردد فعل قوى السلطة على هذه التظاهرات كان باطشاً عنيفاً مجازر أكثر من ألف شهيد عشرين ألف جريح خطف اغتيالات من بغداد إلى البصرة إذا كانت التظاهرات مطلبية بسيطة توظيف واختصاد وخدمات وبطالة وما إلى ذلك لماذا كل هذا العنف الدمو من قبل قوى السلطة؟ لماذا؟ لأنها لم تكن مطلبية نعم والنظام يعلم أنها ليست مطلبية وذلك ردت فعله الدموية باطشة الدموية باطشة وعندما رفعت الثورة منذ البداية شعار نريد وطناً وإنهاء النظام يعني الشعب يريد إسقاط النظام وإنهاء العملية السياسية ومن البداية قال الثوار إنهم لا يريدون تغيير رئيس الحكومة برئيس آخر إنما يريدون إلغاء النظام السياسي بأكمله هذا طبعاً أثار جرس الإنذار عندهم لكن المغزى الأكبر الذي وصل إلى هذا النظام إلى هذه السلطة والتي جعلتهم يستنفرون كل قوتهم هو أنه قاعدتهم الشعبية أو الانتخابية سميها ما شئت هي التي انتفضت وهي التي قامت وهي التي وقفت وطبعاً هذا عراهم من أي دعاء بأي شيء نعلم عندما جاء الاحتلال الأمريكي كان عنده إمكانية هذا احتلال الأمريكي كان عنده إمكانية أن يقيم ديمقراطية حقيقية في العراق ويلحق العراق ممكن بالدولة الأمريكية ويحقق مصارح الاستراتيجية كان بإمكانه يعني كان عنده في داخل ما يسمى المعارضة العراقية حسب التصنيف سنة أمريكان يعني موالين للأمريكيين كان عنده عسكريين موالين للأمريكيين كان حتى عنده شيعة علمانيين لكن نراه أبعد كل هذه القوى وأتى بمجموعة جاهلة مجموعة لا تمتوا لا للفكر ولا للسياسة ليس برجال دولة ولا حكم أتى بهم وسلمهم مقاليد الحكم وعبر عملية ديمقراطية ديكورية أطاهم هذا المجال وبدأوا عن طريق نشر كمية كبيرة هائلة من الفساد المالي الذي مكنهم من التلاعب بمقدرات البلاد ويعني صرف المليارات على شراء الذمم ثم الموضوع الطائفي الذي بدأ به ورأينا بداياته الكبيرة من عام 2006 عندما تجلى بشكل واضح فنقول أنه هذا النظام اعتمد على هذه الصيغة الطائفية فيما بعد يعني من 2006 وانت جاي اعتمد على صيغة طائفية بحته اللي هي قضية أنه نحن وهم معسكر يزيد ومعسكر الحسين الآن لما قام هذا الجيل الجيل المتمرد الذي نفض عن نفسه كل هذا التراث يعني غير مرتبط بعقد الماضي غير مرتبط بأي شيء ثم أدرك النظام هنا الخطورة الكبيرة التي لا يمكن أن يخرج منها أبدا لأنه كل اعتماد هو ليس عنده شيء لا عنده فكر ولا عنده يعني قلت لك لا دجا السياسة في العراق ولا أحزاب ولا ديمقراطية حقيقية ما في شيء سنتحدث دكتور عن الدعم الإيراني والسلاح الأخير بيد قوى السلطة وهي الميليشيات هل ستكون كافية الاستمرارة والبطش بهذه الثورة أو بقية الأصوات المناهضة أو المعرب دكتور ثامر العلواني يعني هل كان العالم سواء في الإقليم أو المجتمع الدولي بحاجة ليرى كل هذه المجازر والمذابح في صفوف المتظاهرين السلميين ليصدق ويؤمن أن هذا النظام الذي دعمه وساهم بتأسيسه ورعايته حتى الآن هو مجموعة من الكارتلات الطائفية والميليشيات التي لا هم لها ولا هدف لها إلا الفساد وذبح الناس في وضح النهار ومنهم طبعا المتظاهرين السلمين والآن بدأ هذا العالم يغضب ويسخط ويتململ وقد ينفض يعني يديه بالكلية من هذا النظام يعني هل كان بحاجة لكل هذه المجازر حتى يصدق أنه هذا ليس نظام ليس نظام سياسي يعتد به ممكن يكون عام الاستقرار في داخل العراق في الإقليم في العالم أخي الكريم العالم للأسف هو من جاء بهذه السلطة وهذا النظام السياسي وخصوصا أمريكا وفرضه على العراق وجعل إيران متسلطة ومسيطرة على أرض الواقع في العراق على الأرض إيران مسيطرة قطعا والنظام الحالي الذي يستمد قوة من إيران لا يستطيع أن يستمر أمام الشعب العراقي السائر إيران الآن هي من تحمي هذا النظام المجتمع العالمي والمجتمع الدولي للأسف هو يريد تغيير فقط للموازنة لا يريد تغيير النظام السياسي القائم في العراق بشكل كامل وهذه هي مصيبة العراقيين الذين أهم فقر يعانون منها من النظام الدولي إيران الآن هي تعاني كثيرا من وضع الحالي والخارجي الداخلي والخارجي الوضع الداخلي الإيراني الآن سيء والنقمة الشعبية داخل إيران تتوسع بشكل كبير بسبب القمع الحكوم الإيراني للتعبير وحرية الرأي وحتى الممارسة التعبدية الدينية هي إيران تمناها خصوصا فيما يتعلق بالمكون السني النظام الحالي يستمد كل إجرامة من إيران لأنه يعتمد بشكل كبير جدا على إيران إيران الآن تسعى أيضا إلى بقاء هذا النظام السياسي بشكله الحالي لذلك حركت المرجعية النجف حركت الصدريين وبعض المرجعيات الأخرى للدفاع عن نظام القائم في العراق حتى خطبة المتحدث بسم السستاني يوم أمس صرح بأن واجب الجيش هو حماية النظام السياسي القائم في العراق وهذا خطأ كبير بل خطيئة من مرجعية النجف أن تتكلم بهذا الأسلوب لأنها صمتت عن المجازر بحق العراقيين في أماكن عديدة وصرحت بحماية الفاسدين وعلى الجيش أن يحميهم إيران نجحت في تأسيس نظام سياسي تابع لها وموالي بشكل كبير إيران ساعدت الميليشيات والأحزاب الموالي لها ومدتها بالمال والسلاح في أول الأمر وإلى الآن هي تحمي هذه الميليشيات تحمي هذا النظام السياسي القائم بحيث أصبحت إيران تسيطر على مفاصل مؤسسات الدولة العراقية جميعها بل أصبح المؤسسات العراقية والمؤسسات الإيرانية كلها تسعى لخدمة إيران لكن إيران نسيت جانب مهم جدا وهو الجانب الشعبي والاجتماعي والشارع العراقي لذلك عندما جاءت الفرصة للشعب العراقي تراه قرج جميعا ليطالد بطرد إيران من العراق ما أريد أن أقوله إن لدينا تجربة في سوريا وفي العراق أيضا قبل سنوات مع وجود تدخل إيراني كامل بالطائرات والصواريخ والجيش والحرس السوري الإيراني ولم تستطع إيران أن تحتم المعركة في سوريا ولذلك استنجدت بروسيا الآن المجتمع العراقي هو سائر على هذا النظام السياسي أشكرك على ذكر المجتمع العراقي والرأي العام في العراق دكتور رافع الفلاحي هذا النظام الذي صممه الغزو الأمريكي عام 2003 في المرحلة الماضية اتكأ وتعكز على ما كان يعتبرها شرعية شعبية بين قوسين من انتخابات مزورة وشرعية دولية وتجلت بهذا الدعم الكبير من قبل الإقليم والمجتمع الدولي له وكان هذا المجتمع يهرأ في كل مرة لنجدة هذا النظام من مقاومة من قوى الإرهاب من تظاهرات 25 شباط وما إلى ذلك الآن هذه الشرعية الشعبية الشكلية ضربت مرتين في الانتخابات مقاطعة الانتخابات وهذه الثورة الشعبية الكبيرة والمجتمع الدولي أيضا يشعر بالغضب من هذه المجازر وهذا ما تجلى فيه تصريحات دولية وتصريحات للأمم المتحدة هذا النظام الآن لا شرعية شكلية في الداخل ولا شرعية دولية يتعكز عليها على ما سيتعكز في المرحلة القادمة ماذا يقول؟ طبعا تعكز أيضا استثمر في قضية أنه كان الجبهة المتقدمة للحرب على الإرهاب الآن بضاعة الإرهاب سوقها ليس كما كان في السابق نعم داني أقول لك أستاذ ماجد أن هذه قضية الشرعية المجتمع الدولي يعرف من البداية أنها غير حقيقية يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بهذا النظام تعرف تماما أنه النظام قائم على لا شرعية هي تعرف هذه القضية والأمم المتحدة تعرف والعالم يعرف لكن العالم ينصع للهراوة الأمريكية وساكت عن هذا الموضوع لا شرعية في العراق تعرف أمريكا جيدا أنه هذه الشرعية غير صحيحة حتى الشرعية المزورة حتى هذه تلاشت الآن فعلا هم يعرفون هذه ويعرفون أيضا أنه الشرعية هذه جزئيا جزء في نظام ديمقراطي ويصل إلى جزء من عنده مفردة من عنده الانتخابات وهذه ما موجودة فلا شرعية في هذا الاتجاه وجزء آخر هو المهم والأساسي في كل الدول الديمقراطية بالعالم هي شرعية الإنجاز هي ماذا تقدم لديك برنامج وتقدم هذا البرنامج لشعبك وتنفذ هذا البرنامج هذا غير موجود للعراق من 16 سنة أكثر يعني قريب 17 سنة لم يحصل هذا يعني الرأي العام الدولي والإقليمي يعرفون هذه الحقيقة لكن هم يعني مصاعين لهذه الإرادة الأمريكية الإيرانية المتخادمة في العراق يريدون عراقا ضعيفا عراقا مجزءا ضعيفا متعب مسيطر عليه وهذا هو المطلوب وهاي الولايات المتحدة الأمريكية عبرت بجيوش الأطلسي وجاءت ليس وقلناها أكثر من أورا ليس من أجل عيون العراقين والديمقراطية والحرية وزالة نظام ديكتاتوري هذه كذبة كبيرة وهي اعترفت بها من أجل ضعاف العراق واصرت إلى ضعاف العراق وهذه تحقق وإيران تساهم في هذه القضية توحدة الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية عند هذه النقطة الاثنين يريدون عراقا ضعيفا لذلك تخادموا في العراق بهذه الطريقة وإيران أجهزت على العراق بالإرادة الأمريكية وتحت المظلة الأمريكية وصولا إلى هذه الحالة فهذه قضية الشرعية هم يعرفون من البداية غير صحيحة الشعب الآن حتى إذا كانت هذه الصورية كانوا يدعيها الولايات المتحدة ليس يدعيها النظام النظام أمام من يدعيها أمام العالم العالم يعرف أنها غير شرعية لكن الهراوة الأمريكية موجودة أمام شعبه الشعب هو كان يعتقد أنه على الأقل حاضنته على الأقل طائفته على الأقل طائفيته فكرة مرجعيته بهذا الاتجاه سيدعم هذا الموضوع الآن سحبت هذه القضية سحبت الشرعية ولا شرعية لكم لأننا طلعنا الثورة ضدكم والثورة طالبتهم أنتوا فازين وأنتوا حرامية وأنتوا قتلوا وأنتوا مجرمين وأنتوا ضيعتوا هيبة العراق وأنتوا جزيتوا ولا هوية للعراق ولا قيمة للعراق ولا كرامة للعراقيين ونريد وطن هذه الحقيقة سحبت الشرعية كاملة المجتمع الدولي الآن وإذا ما جئنا إلى أكبر قوة بالمجتمع الدولي اللي هي الولايات المتحدة وهي هذه ربما العقدة الكبيرة تنظر إلى العراق من خلال تطورات الموقف الإيراني ولا تنظر إلى العراق من خلال تطورات الموقف الحراك الشعبي وموقف الثورة تنظر إلى الثورة من خلال هذا الموقف ونظرتها إلى تطورات الموقف في إيران يعني وراء قبيد أمريكا تساوم أو تفاوض نعم لكن من سيجبر أمريكا والمجتمع الدولي على أن تنظر أن تعيد النظر مرة أخرى بطريقة أخرى هي الثورة وهذا الشباب اللي وقف بالساحات واللي تحمل كل هذا الضيم وتحمل كل هذا الأذى وتحمل وما زال يتحمل كل هذه الضغوطة الكبيرة وما زال صامد لحد الآن رغم كل التآمر عليه رغم كل وشهدنا آخر مؤامرة قبل يومين هذه اللعبة الصغيرة اللي حصلت واللي قامت الدنيا ولم تقعد لحد الآن على قتيل واحد قالوا لبشاعة المنظر ومع أنه كل التظاهرات تبرت منه كل المتظاهرين تبروا من هذه الفعلة وهي ليست فعلتهم هم خرجوا ضد هذا الإجرام لكن مع ذلك كل القوى التي تريد للعملية السياسية التي تريد لهذه الفوضى أن تبقى عملت من هذه القضية قصة أخرى لكنها لم تحرك ساكنة لمقتل أكثر مثل ما يقولون هم هو العدد أكبر يقولون ستمائة شهيد أكثر من ستمائة شهيد الآن يعني لدينا واحد عشرين ألف بين قتيل بين شهيد وجريح فالعدد كبير لا أحد يحرك ساكن ولا أحد يتحدث عنه وقبلها مأساة التي حصلت في السنك لا أحد يتحدث عنه لكن هذه القضية المهم أن تضرب هذه القضية تضرب تعاد هذه الشرعية لهذه الحكومة باتهام المتظاهرين بأنهم مسلمين مجرمين مشعوذين شغب وقالوها هذه القضية أيضا سقطت ولا يمكن أن تبقى فإذن العامل الدولي وأمريكا والأمم المتحدة مضطرة للتعامل مع هذه التظاهرات بقدر ما هذه التظاهرات تعطي من قدرة على المطاولة على الصمود على الثبات على تطوير آلياتها باتجاه تحقيق أهداف أيضا في نقطة نظرة الإقليم أو نظرة المجتمع الدولي للنظام في العراق دكتور فالح يعني كان يقال سابقا أنه بقى هذا النظام على علاته وسواءاته في العراق أفضل من فراغ قد يملأ من قبل القوى الإرهاب لأنه هذا غير مقبول لا يعني إقليميا ولا دوليا الآن يعني بعد هذه المذابح أكثر من ألف شهيد ومجازر مروعة تعرض لها المتظاهرون هل هذه الحجة الآن مقبولة سياسيا عمليا أخلاقيا أنه هذا النظام أفضل من قوى الإرهاب طيب قوى الإرهاب ما لا تفعل تقتل الناس قوى الإرهاب تقتل الناس وهذا النظام أيضا يقتل أناس سلمين الآن هذا مقبول هذه الحجة يعني لنكن واضحين لنكن واضحين لنكن واقعيين أعطيني دليل على أن الإعلام العربي الآن متعاطف مع هذه الثورة يكاد لا يذكرها بشيء لا يوجد أخي أحد يذكر هذه الثورة بشيء لا إعلام عربي ولا إعلام أقليمي يعني نحن نشهد صمت مريب الموقف الدولي واضح مفهوم مفهوم لأنه الترتيبات التي عقدت للعراق عقدت بترتيبات أمريكية غربية إسرائيلية لكنه الآن فهمني ما هي مصلحة العرب لكن يبدو أنه طبعا العرب أيضا تشضوا يعني المنطقة العربية متشضية ونعرف أنه الآن دولتين ثلاثة تمسك بأموالها بمفاتيح المنطقة في العبث وفي استغلالها لذلك هناك قوى للأسف عربية وإقليمية فضلا عن الدولية لا تريد للعراق أن يعود إلى سابق عهدي العراق ليس الموضوع موضوع إرهاب هذا كل حجة هذه يعني ذريعة لكن الحجة الكبيرة والحقيقة هو أنه لا يريد أحد للعراق أن يعود كما كان لأن العراق بلد عظيم قوي عنده قابلية لأن يكون دولة عظمى دولة إقليمية عظمى ريجنال سوبر قورة هذا قالوا طبعا هذا معروف لكن المشكلة الآن الكبيرة جدا هو أنه الاحتلال الأمريكي عمل رهان يعني رهان الاحتلال الأمريكي منذ البداية كان على ربط مستقبل العراق بإرادة خارجية بمعنى أنه أمر العراق سيكون بدولتين أمريكا وإيران وهذا هو أخطر ما في الموضوع يعني دولتين تتحكم في مستقبل لذلك كثير من الدول ما تدخل في الشأن العراقي لماذا؟ لأنه هذا شأن أمريكي يعني هذا بتوع أمريكا وإحنا ما لن نعلاق بها وهذا التحدي هذا الرهان في جعل القرار قرار مستقبل العراق بيد خارجي هذا لا يملك أن يعفق هذه العقدة إلا الشعب العراقي إذا توحد على كلمة واحدة وإذا أتى إلى يعني إلى إلى كلمة سواء وهذه الثورة طبعا قربت المفاهيم نحن لا نقول أن الشعب العراقي مقسم ولكن الواقع الآن الفعلي انظر الآن شمال العراق كأنه في وادي آخر في دولة أخرى فقط دكتور سمعني لأن الوقت أشكرك دي يعني سريع دكتور ثامر العلواني الآن مع هذه الثورة الشعبية والرفض الشعبي العارم لهذا النظام هذا التململ الدولي سقط غضب وربما أيضا ينفض يديه المجتمع الدولي من هذا النظام لم يتبقى له إلا أن يسند ظهره إلى جدار إيران وميليشياته هل تعتقد أنه هذا الاستناد إلى الجدار الإيراني كافي للاستمرار ليستمر هذا النظام ليقف على قدميه ليتعافى من هذه الضربة ضربة الثورة التشرين طبعا دعم إيراني بأدوات الميليشيات بس باختصار إن شاء الله أخي الكريم المشكلة الآن هي ليست مع مجموعة معينة في المجتمع العراقي أو مع حزب معين أو مع جماعة مسلحة صغيرة الآن الذي يجري في العراق هو شعب ناقم على نظام سياسي كامل حكمه على مدار ستة عشر عاما لم يستطع أن يوفر له لقمة عيش كريمة أو شربة ماء نقية خرج بمظاهرات إصلاحية على مدى عدة سنوات ماضية ووعد بتحقيق هذه المطالب لكنه بالنهاية لم يتحقق له أي مطلب وأي وعد من هذه الوعودة التي وعدت به الحكومة هذه المرة خرج الشعب بعيداً عن الطائفية خرج بكل مكونات نقطة إيران دكتور ثامر نحن في الوقت نقطة إيران هو مستند الآن سلاح الوحيد إيران والميليشيات كافية لتبقيه لا تكفي في العراق نظاماً حاكماً في مقابلة الشعب العراقي جميعاً لتائر الآن الذي يطالب بإزاحة النظام السياسي وأيضاً يطالب بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق أشكرك وإعتذر من عندك لديه الوقت يعني فعلاً دكتور رافع الفلع أشكرك دكتور ثامر يعني الآن ثمت من يقول أنه هذا النظام الآن في العراق بقاؤه واستمراره فني تقني بحث لا شرعية له في العراق حتى وإن كانت شكلية العالم بدأ يتململ يغضب يسخط من هذا السلوك الدموي له إذن لا أسباب داخلية ولا أسباب خارجية ممكن تمد لم يتبقى له إلا إيران وهذه الأدوات الفنية قد تبقيه لوقت لكن لن تبقيه إلى الأبد فعلاً هذا هو الواقع لأنه التكار على هذه الجدران مثل ما تسمى إيران والميليشيات هذه جدران عليلة من البداية عليلة جداً وأكل فيها السوس بحقيقة هي تعاني من تشوهات كبيرة وستسقط ومقاومتها لهذا لن تستمر طويلة وهناك صراعات داخلية داخل هذه مكونات كثيرة تحاول أن تهد هذه الجدران التي يستندون إليها في ظهورهم وستسقط والشعب سينتصر حتى هذه الأدوات دكتور هي ليست جبهة واحدة موحدة أبداً أيضاً فيها صراعات هي داخلها هي داخلها صراعات وداخلها تشوهات كبيرة إضافة إلى أن هي كلها تبحث عن مكاسب ومكاسب شخصية ومكاسب ذاتية ومكاسب عزبية هذه لن تنقذها ولن تكون مركباً لإنقاذ هذا النظام هذا النظام يتهاوى والفعل الشعبي ماضي في طريقة حتى وإن لم تنجح هذه الظورة لا سامح الله لكن هذا النظام مصيراً ساقط ساقط شكراً دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكراً للدكتور فالح القطاب الكاتب والباحث السياسي كان معنا هنا في الستوديو وأيضاً شكراً للدكتور راء ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية كانوا معنا في طاولة حوار وبحث مستقبل النظام السياسي في العراق بعد ثورة تشرين وشكراً لكم مشاهدين الكرام حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى